بسم الله الرحمن الرحيم اهلا بكم ابناء الطلاب طلاب ريب وان مع حصة جديدة من حسس مستر ساينز مع مستر شريف الهواري اه طبعا كالعادة ما ننساش نعمل سبسكرايب للقناة للناس اللي لسه اول مرة بتشوفنا وبتتابع قناة مستر ساينز اه ونعمل فولو لصفحة مستر ساينز وجروب مستر ساينز على الفيسبوك كل اللينكات موجودة تحت الفيديو ده اه وتحل الكويز اللي موجود اللينك بتاعه في اه تعليقات في اول تعليق التعليق المثبت هنا في الفيديو اه طبعا يا ولاد النهاردة ان شاء الله هنكمل كلامنا اه في يونيت وان ليسون ثري بارت نومبر فور اه زي الكترونيك كونفيجوريش يعني الكترونيك كونفيجوريش يعني ازاي انه يعمل توزيع ديستريبيوشن للالكترونز اون انرجي لابلز ما راح علينا شوية مستر انتو فهمتوا اللي خلص يركز بقى كده في اللي جاي اللي جاي ده حاجة تانية شوية المهم احنا فهمنا يا مستر يعني اكسايد اتو عرف يعني ايه كوانتوم دول مهمين جدا عرفنا السؤالين وطهبين المهمين ركز بقى في يعني ايه الكترونيك كونفيجوريشن يعني انا يا مستر لما اجا رص الالكترونز اللي هنا دي في الليفلز دي وخليهم يدوروا حوالين حوالين هيترصوا ازاي هيتحطوا ازاي تعالوا نشوفوا احنا اتفعنا ان اول ليبل بيشيل كام تو والتاني ال ايت ام اتين ام ثيرتي تو كويس تو ايت اتين ثيرتي تو تعالوا بقى هنعمل الالكترونيك كونفيجوريشن ممكن يجي لك فانتحاني يقولك كده رايتز الالكترونيك كونفيجوريشن فور ليثيام اللي اي ثري هو هيديك الارقام دي يا ولاد طبعا الثري دي معناها ايه معناها ان طبعا ده الاتوميك نومبر الحصة اللي فاتت معناها مساء ان اي τι في سري بروتونز اراؤن هترصلي بقى سري اليلج fotونز اللي هم ال راونزان يكلز زي بتعانوا نشوف بصوا كده الولد ليس سرين بروتونز لبقى فيه سري الالكترونز برا RTX هتحط كم تري склад راح ناخدنا الي العربية كي دي حمولتها اتنين راكب. حط اتنين. يلا معي. بس انا عندي يا مستر سري الكترونز اوتسايد. ثري الكترونز. فاتبقى كده كم من ثري? وان. افتح له العربية جديدة. حط له ليفل جديد. يبقى اللي كام? وان. في ناس تحب تكتبها كده? تو وان. كي? ال. براحتك. الكربون. يلا نفهم. اللي مافهمش داني يفهم اللي جاي. الكربون. هو الكربون سي سيكس. ده الاتوميك مامبر يا ولاد بتاع الحصة اللي فاتت. برضو هفضل اقول ده ايجا الحصة اللي فاتت. سي سيكس يعني معناه اي? يعني بتاعت الكربون فيها سيكس بروتونز. واكيد اراؤنز فيه سيكس الالكترونز. طب السيكس الالكترونز هنرصوهم ازاي? تعالوا نشوف. ادي بتاعت الكربون. سيكس بروتونز. كي? هنعملها بقى بالطريقة تانية عشان المكان يا ولاد. نمسح دي كده. كي? تو. صح الكربون. اول ليفل بيدور تو الكترونز. لوا كي? والليفل التاني يقل فيه فور الكترونز. بيلفه. اراؤنز اراؤنز اراؤنز. تو فور. تعالوا نشوف الاليمانيوم. يا باك يسبقها في اللي جاي. الاليمانيوم. يعني بتاعته فيها ثيرتين بروتونز. وفي برة في برة ثيرتين الاكترونز. هرصومي زي يا مستر. يلا. كي تو. اتمانت كده كي خلاص. يلا ايه اللي بقى? ال. نحط يا مستر اه اه ايليفن. عشان يبقى تو ايليفن سيرتين اللي انا بوزحهم. لا طبعا. احنا اتفقنا ان ال ال ليفل ده بص فوق كده معي. بيشيل كام ايت. طول يا مستر طبعا انا حطيت فورة اهو. فوق. عادي. حطت اقل. لكن ما تحطش اكتر. انت العربية بتاعتك ممكن لو تمانية راكب تطلع باربعة. لكن ما تطلعش اكتسعة. صح ولا? فما ينفعش تحط يا ال ليفن. وما لو حط كام يا مستر حطي ايت بس. طب الام افتح ليفل جديد. احنا قلنا فيه كام الكترون برة? ثيرتين. اتبقى كام من الثيرتين. انت عندك تين او? اتبقى سري يا مستر. انا هزا الالكزام. يعني فيه سيكستين بروتونز. وفيه سيكستين الالكترونز بيلفوا برة. هوزحهم ازاي مستر السيكستين الالكترونز دول. املأ اول عربي. اتبقى كام من السيكستين لسه يا مستر. كده لسه فورتين. هتحط كام? املاها? ايت. كده كام? تين. اتبقى كام من السيكستين? اتبقى سيكسي الالكترونز. ادي ام. حط فيها سيكسي الالكترونز. يعني تو ايت سيكس. يعني معنايا يا ولاد يعني السالفر اتم. اول لفل فيه تو الالكترونز. تاني لفل ال في ايت ايت. كامل بقى ايت. انا كده عمل سيبن ادي ايت. روتيتا الالكترونز. الليفل الاخير ام في سيكسي الالكترونز روتيتا الالكترونز. فهمتوا كده? تعالوا احنا حط تاني. الارجون اي ار اتين. خلاص احنا بانا شطرين. كي تو ال ايت. كده انا بوزع ايتين الكترون بر. ام ايت. الكالسيوم. تعالوا بقى. تعالوا هنا بقى وركزوا شوية. كي تو ال ايت. ادي كده تن. ام. تن بقى مصر. عشان تن والتن اللي هما دول. لا. الام ده غريب يا ولاد. حالة شزة شوية. حالة مختلفة شوية. الام ده يقول لك ايه? انا عندي حالتين بيكون فيه مستيبل. مستيبل يعني مستقر. لما تملاني ب ايتين. او لما تلافتش تحط فيها ايتين الكترون كاملين. حط ايت بس. يعني لكن تحط ماينفعش. ازا قاتهم. فالحل ايه? ينفع تحط ايتين? لا يا مستر ده انا بوزع بس. طب الحل ايه? هده ما عرفتش تحط كلهم حط ايت بس. طب احنا حاطين هنا سيكس هو. اه. اقل من ايت ما فيش مشكلة. لكن لاين تن اليفن توالف سورتين فورتين لحد ايتين لحد سيفينتين ما ينفعش. يتحط الاتين كلهم. يتحط ايت. طب ما ما اصدر كده. تو ايت تن. تين بلس ايت يبقى ايتين. طب انا بوزع عادي يفتح لليفل جديد. يفتح لعربية جديدة. كده يجمع كده. تين ايتين. وتو يبقى كام? اللي هم التوينتي اللي برا. ايجزامبل تين. ايجزامبل تين. يلا البوتاسيوم. كي ناينتين. يلا. اول ليفل كي. بشيل تو الكترونز. ال ايت. ام. كده مستر تين. احط ناين بقى. لا. احنا اتفقنا. ام لو ما كانش هيشيل ايتين مرة واحدة. حط ايت بس. كده ايتين. اتبقى كام من الناينتين. يبقى انها تحط فيها واحدة. يا رب اللي اكونوا عرفتوا الحالتين دول يا ولادت. الهيليم. كي. الهيليم. سانية واحدة. اول ليفل. كي. كي. بس كده? اه. ما هو عنده كام الكترون برا? قاعدين بيلفوا فين? في الكي. كده اللي بده احنا عملنا حاجة اسمها اللي هو توزيع الالكترونز في الانرجية يا رب نكون في منها. طب ناس نعرف زي. هل في علاقكم ما بين والكيميكا يعني تقدر تعرف اكتف ولا مش اكتف على حسن عن طريق الالكتروني الالكتروني اللي انت عملته يعني يعني توزيع. تقدر تعرف الاكتف ولا مش اكتف عن طريق اللي هو توزيع الالكترونز? اه طبعا. تعال نشوف. يعني لو مليان يعني ساتيوريتد. ساعتهم بيسموا باسم ايه? نوبيل جاس. طب ساعتها بيكون ايه يا ولاد. مليان بالالكترونز. عشان كده الالو انت بيكون بيقول علينا هو ايه? يعني ايه? يعني غير نشط. شبعان. شبعان ازاي? عصل عنده يا مليان. هنعرف بعد كده ان شاء الله يا ولاد لما يكون ناقص مش مليان بالالكترونز. يبقى القاتم دي محتاجة ووجين او هنعرف ان شاء الله بعد كده بالتفصيل. زي طبمين كمان. الحالة الوحيدة المختلفة يا مولاد. اتش اي اي تو. كي اي تو. تقول يا مصر او مش اي ات اخره. ماشي. بس هو الكي اصلا بيشيل كامل. الكي اصلا بيشيل تو الكترونز. يبقى مليان ولا مش مليان? مليان. يبقى اينارد جاس. يبقى اكتف ولا اين اكتف? اين اكتف. غير نشط. ليه? مليان بالالكترونز. مليان بالالكترونز. طب الحالة التانية. افزا ربا في الكترونز انزا اوتر انرجي ليفل لزان ايت. زا اتوم از اكتف. تمام? عشان كده الاتوم دي مش مليانة. يعني اخيرة سيفن مسلا. اخيرة سيكس. الاتوم مش مليانة. يبقى معنى كده ان هي ايه? بيقول عليها اكتف. لسه مش شبعانة. عايزة تاني تتحد معها عشان تكون يعني بصوا كده الجدول ده. نرجع له تاني كده. بصوا هنا كده. الكاربون. اخره كام? اه سوري. اخره كام? هل اخره ايت? لا. مش شبعان لسه. ماتملاش. يبقى الاليمنت ده اكتف. اكتف. طب الكاربون اخره كام? يبقى اكتف. اكتف. غير لكم لون. طب الاليمونيوم اخره سري. يبقى اكتف. بصوا. الارجون اخره كام? ايت. يبقى ده اين اكتف. اين اكتف? مش نشيط. بيكون ماله اولاد ليه? بيكون الزراست. طب السؤال يجينا ازاي? ممكن يجي لك في نتحان يقولك كده اجيب. لما تيجي توزحها. يبقى اخره كام? ايت. شبعان ولا مش شبعان? شبعان يا بصد ده خلاص. ده كده اين اكتف. يبقى. لين ما بيتفعلوش مع حد? ما بيعملوش ليه? because their outer energy level are completely filled with electrons. لان الouter energy levels بتاعتهم مليانة بالالكترون. طب نشوف اكزامبل تاني. صوديوم 11 والماجنيزيوم 12. او او انتر كيميكا راكشن. ليه بيخشوا في الكيميكا راكشن ويشاركوا في الكيميكا راكشن? ليه جدا يا اولاد? بيكوز طبعا او تريتش تستيبلي ستيت. بيكوز اوتر level is not filled with electrons. الاست ريفل مش مليان. يعني بصد الصوديوم. two eight. كده ten. انتبقى كام? one. هل الاست ريفل ده? متشبع? with electrons? no. يبقى لا. يبقى ايه انت بيكون مالو? active. يعني take part in chemical reactions. بيشارك في الكيميكا راكشن. عايزيش. عايزي ميلي. عايزي تشبع. بالالكترونز. so that if the last level is completed with electrons. لو مليان. the atom is inactive. غير نشطة. while if the last level not saturated with electrons. not completely filled with electrons. مش مليان. the atom is active. take part in chemical reactions. يعني بتشارك في الكيميكا راكشنز. يا رب يكون فيهمنا ورادة جوزية دي. اخر حاجة تعالوا نعمل كده ما بين active elements. وال in active. يلا. انتو يا active. يلا نشطين انتو. the outer level has less than it. اه طبعا مش مليان. طبعا كده? share the source that طبعا زي share in chemical reactions. بيشاركوا في chemical reactions. عمال انتو يا active. in active. اللي هما غير نشط. غير نشط. outer level has eight electrons. بص على last level. لو مليان. saturated. يبقى in active. طب قدام هما يا مصر in active. مش نشطين يبقى اكيد ايه? don't share in chemical reactions. مش بيشاركوا في chemical reactions. the active the molecules formed of two atoms. يعني o2. in two. cl2. لان هو طبعا اكتف. فبيضور على اتم تانية زيه. عشان يكونوا o2. in و in يكونوا in two. لكن انتو يا او او ال in active gases دول. بتاعكم شرعان خلاص. يبقى بتاعتكم بتتكون من كم اتم? اتم واحدة بس يا مصر. يعني اي ار. عمر مكتب اي ار الاكتف. بكده يا ولاد خلصنا الليسون بتاعنا. يا رب نكون في منها. اسمع الفيديو اكتر من مرة. اه ما تستعجلش ما توحدش تجرع عشان ما تطلعش في نص الشرح مش هتفهم حاجة. تابع الشرح بالتدريجة ولاده بالترتيب. اه لو في حاجة صعبة ابعتلي. لو في اي استفصال عندك عايز تعمل. عايز توزع. ابعتلي وانا اقول لك ان شاء الله تعرف تعملها ازاي? لو في حاجة مش مفهومة. اه بتوفير لكم ان شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.